ليه؟ ده بقى الفتحة المستكلمة عن الخطأ المركزي الرئيسي الجزري الأساسي الأصير وهي أن الحكومات دي بتحارب التنظيمات مش بتحارب أفكارها لا بتحارب أفكارها الدينية ولا بتحارب برنامجها الديني ولا بتحارب خطابها الديني فبيفضل قدرة التنظيمات دي على أنه أفكارها تفضل موجودة ومحدش قدر يواجهها وقادرة على التجنيد للآخرين وضم آخرين ما هو في الخمساشر سنة دولة بينضموا جدد نتيجة الخطاب ده لأن الخطاب ده موجود لوحده منفرد الدول والحكومات بتعمل ايه مع الخطاب الديني بتاع داعش وبتاع القاعدة وبتاع الإخوان المسلم بتعمل ايه؟ الدول العربية الحكم السوري وأي حكم بيعمل ايه؟ وده سر اللي احنا فيه دلوقتي بيزايد على الأطراف دي وبينفسها كأنه هو بقى المسلم الحلو الطيب وانت المسلم الوحش يا إخواني يا تكفيري انت بقى المسلم الوحش وانت بتقدم صورة وحشة عن الإسلام وحنا نقدم صورة حلوة فنزايد بقى على بعض فلا يتم محاربة أي فكرة على الإطلاق بالعكس تحصل مزايدة الحكام يبقوا مهتمين قوي بإظهار تديونهم الحكومات تبقى مهتمة قوي منها حامية الإسلام عقدة يوليو اللي بتكلم عليه طول الوقت كل التنظيمات دي مما فيها صدام حسين اللي هو قد بتكلم برضو يقولها يعني خطاب ديني تام وحط لا إله إلا الله على العالم وكل حاجة ليه؟ لأنه طول الوقت حاسس أنه في حالة منافسة دائمة مع الطيارات دي على الحكم على السلطة ليه؟ لأنه الدولة دي أو الحكومة دي أو السلطة دي المستبدة دي قضت على كل البدائل فمش فاضل في المنافسة قدامها غير الإسلاميين فبتعمل إيه؟ بتضرف الإسلاميين بس الإسلاميين عندهم تنظيمات وعندهم أسلحة وعندهم تمويلات وعندهم دعم وعندهم مشروع عالمي وعندهم علاقة من مقابرات دولية ووووه فبيفضل طول الوقت تقدر على التماسك والعودة التماسك والعودة فأنت عشان تعمل تواجه بتعمل إيه بقى؟ تضرف فيه أمنيا وتأخد خطاب وتعملوا بتاعت هتبقى أنت إيه بقى؟ أبو الإسلام وانتوا ما اللي بتدفعوا على الدين وصتوا شوف كل المؤسسات الدينية الرسمية في الوطن العربي لا يجرق لا تجرق لا تجرق لا تجرق عمامة واحدة على لينها تقول لي ما فيش حاسبها خلافة لا تجرق عمامة واحدة على لينها تنقش في الشريعة وتكالب تقولي الشريعة ده اجتهاد بشر يا جماعة وانتوا اللي عملتوا يعني ويعني مجموعة اجتهادات بشرية ما فيش حاسبها كتاب اسمه الشريعة كده وده فقه زي قانون نقدر نغيره ونعدله بعصرنا وبتغيرات عصرنا لا يجرق لا يجرق عمامة أولا لأنه مؤمن بنفس أفكار داعش والقاعدة انه الشريعة واجبة وانه دي حدود تتعمل وانه هو رأيه انه ده الدين هو بس مشكلته انه ما نعملهاش دلوقتي ما فيه الظروف ما تسمحش الوقت ما يسمحش اصل غصر ما يسمحش اصل حكم ما يسمحش انما هو مش معترض خالص على داعش بانها تجلد هو ما عندوش مشكلة مع الجلد هو رأيه ان الجلد ده شريع فانت مش قادر انت او ترجم او 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 انت مش قادر تواجههم انت كده والوالي حظ ولا بشار الاسد هي واجهه ولا يعرف وجههم لانه لا يجرق لا هو ولا مؤسسته الدينية ولا اي دولة عربية على انها تتبنى الخطاب اللي يقدر يواجه اللي يخل المسلمين ويقدر يواجه الجماعات الاسلامية دي ويقول ان الدين لله هو الوطن للجميع ويفصل الدين عن الدولة ويقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة انا مش في المربع ده خالص احنا مش في منافسة دينية اطلاقا في الموضوع احنا دولة مدنية فكادت قانون الوضع اقول له ايوه اخوانا قانون الوضع انا بتاع قانون الوضع انا بتاع ان الدين في صدور الناس ومعاملاتهم وعباداتهم وشعائرهم انما مش في الحكم ومش في السياسة انا بتاع قانون الوضع